اشتركوا في القناة اشترك لحظة كتبها الله فقال الرجل لا قال ابراهيم فعلام الهم الى عباد الله ان الهم جند من جلود الله يبتلي به عبادة لينظر ما يعملون وهو وان كان شعورا وليس مادة الا انه اشد اثرا من المؤذيات المادية ويؤكد ذلك ما ذكره علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حينما سئل من اشد جند الله فقال الجبال والجبال يقطعها الحديد فالحديد اقوى والنار تذيب الحديد فالنار اقوى والماء يطفئ النار فالماء اقوى والسحاب يحمل الماء فالسحاب اقوى والريح تعبث بالسحاب فالريح اقوى والانسان يتكفأ الريح بيده وتوبه فالانسان اقوى والنوم يغلب الانسان فالنوم اقوى والهم والهم يغلب النوم فاقوى جند الله هو الهم يسلطه الله على من يشاء من عباده ولقد صدق الله فمن يدد الله ان يعدده يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذيك الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللساء المسلمين والمسلمات من كل دمت استغفروه إن نعود ولأهو الرحيم ترجمة نانسي قنقر